السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اليوم سنتكلم عن واحد المشكلة التي يعاني منها الكثير من الناس وهو ذا التعلابة ذا التعلابة سنعركم هذه العشبة أنا في طريق الموليب وعزار راجع بنت لي هذه العشبة هذه تحرقوها يعني تأخذوا هذا الراس هذا تأخذوا هذه هذه الكوائرات تحرقوها مزيان هذه الكوائرات تقص وتجمع وتجمعوهم وتحرقوها مزيان وتدارو مع زيت العود وتدارو لداء التعلابة هذه موجودة على الطريق تسمى شوك الجمال شوك الجمال إذا أقلوا على هذه الوصفة إن شاء الله وصفة لداء التعلابة تأخذ هذه الكوائرات هذه الكوائرات تحرقوه مزيان في العافية حتى تحرقوه وتداروه على شكل رماد يعني كيصيروا على شكل رماد ومالي تصير على شكل رماد تخلطها مع زيت الزيتون وتقدرها من الليل اليوميا تحكبها شعارك من البلاسة اللي فيها التعلابة إن شاء الله رحمه 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 مدة ديال شهر شهرين إن شاء الله كدتشوف الناتجة بإذن الله إذا أقرب لكم الصورة ديال شوك الجمال دخلوا بحتو فيها هو شوك الجمال وهذا المنطقة كتمتاز بأعشاب كثيرة إن شاء الله سنتكلم لكم على أعشاب أخرى إن شاء الله إذا شوك الجمال خاص لداء التعلابة نتمنى إن شاء الله تدعو معنا بالتوفيق بإذن الله لكي نستمروا في العمال لا الخيري ولا العمال ديال العلاج بالأعشاب إن شاء الله تابعوني في الابتاج ديال قدوك مع محمد زين الدين وجديد إن شاء الله فيديو مقبل بإذن الله